شرطة النسائية ونحنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن وفي مجال مكافحة الجريمة حيث أن أغلب القضايا تطلب وجودها كعنصر نسائي انخرطت شرطة نسائية في العديد من المهام والواجبات الموكلة إليها في جميع الإدارات التابعة للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والألكتروني كل حسب اختصاصها فتقوم شرطة نسائية بتدوين المحاضر جمع الاستدلالات تنفيذ الأوامر القضائية عمليات الضبط والأحضار وعمليات الرصد والمتابعة والأعمال الإدارية مثلت الشرطة النسائية لإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والألكتروني في أغلب المهمات والاجتماعات سواء كانت داخل مملكة البحرين أو خارج المملكة كل فخر واعتزاز أصبحت الشرطة النسائية شريك أساسي في حفظ الأمن وها نحن اليوم نعتبر عنصر من العناصر الرئيسية في إدارة الشؤون الدولية والإنتر بول التابعة للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والألكتروني بحيث نحن نعمل على مدار الـ 24 ساعة لتبادل المعلومات وملاحقة المطلوبين دولياً لتقديمهم للعدالة ومشاركة الدول الأعضاء التابعة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية في جهودهم الحثيثة لمنع الجريمة بكافة أشكالها وهكذا فإن الشرطة النسائية حريصة على مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية عبر التاريخ لمواجهة الجريمة بكافة أنواعها بما يعزز حماية أفراد المجتمع من أضرار المجال الإلكتروني